عندي كلمة والتونسي ضايع ما بين الحقيقة والخيال ما بين الواقع والأفلام وما بين الصدق والكذب اللي عنده تقنية متطورة أكثر من تقنية السينما ودايوغ على قد ما التونسي يعشق التمثيل بأنواعه على قد ما نشوفه نقص في قاعات السينما في بلادنا 13 قاعة يعني كان نشوفه المعايات الدولية 13 قاعة في جمهورية تونس يعني بمعدل 0.401 أو كقدش يجي تقريبا لكل مواتن حقو في السينما السينما اللي يفهم السينما صناعة وفن وإبداع وخلق وثقافة وتصورات السينما في تونس روما يقتصرش على التابيروج في الدول اللي فهمت قيمة السينما الاستوديو الكبار عرفوا اللي هي الصناعة صناعة السينما هي مكينة مكينة متاع حلم اللي تنجم تايش على طول العام على واقع لبرودكشون سينماتوغرافيك إذا السينما يلزم نغزلوه بطريقة القديمة ما نجموش نقدمو بيه اليوم يلزم نغزلوه بطريقة 360 دوغري وموش نختزلوه في تابيروج إنا تمنيت في اللقاء لجمع رئيس الجمهورية بوزير تشؤون الثقافية أنهم ما يكتفيوش بالحديث على التابيروج ويتحكيوه مثلا على متحف باردو اللي ما زال مسكر منذ 25 جولي 2021 هذا المتحف اللي يصنف ما بين أهم المتاحف في العالم وفي البحر الأبيض المتوسط وهو الثاني المتاحف في إفريقيا بعد متحف القاهرة من حيث المجموعات من حيث الكوليكسون هو من أهم المتاحف وهذا معروف لدى الجميع ولكن للأسف مغلق للسيح وللعموم نرجع للسينما والتمثيل وأدوار البطولة منها صحيحة ومنها الزيفة وقدش من واحد اليوم يحب يلعب دور البطل ولكن كيف يبدأ الفيلم سيء والإخراج يعني الإخراج سيء الإخراج كيف يبدأ الفيلم سيء الإخراج الدور والبطولة تولي ما عندها حتى معنا وكهو عاد البارح بعد ما علقنا دوسي علقنا على أيام قرتاجة سينمائية وغلقنا الدوسي وكملنا الحديث على تشكيل الفريق الوطني والأربع حرس وجلال القادري والنبي المعلول أي توينسا ركزوا على شنو وزعمة على لازم على قمة المناخ لا 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 يظهر لي أنا ركزوا على أزمة قطاع التربية وألف التلمذا اللي ما رجعوش يقراو نو غالطين يظهر لي توينسا بيرح شيفوا لي أزمة الأدوية أعماله تكبر لي يظهر لي قاعدين يطالبوا بالحرية لعيسام بوغرة توفوا لي زمي وزاوي توفوا التوينسا بيرح ركزوا على الرياضة اللي بيشي مرسوها في مكان العمل وكل واحدوا جووا يوغا على زنبا على رقص على فوتين وهكا كان تفاعل إيجابي مع السيد وزير الرياضة في انتظار قائمة الرياضات اللي ممكن ممارستها نقولوا لبعض الناس نقسم التفليم وتفرجوا في الأفلام لعله ينفعوكم عندي كلمة ترجمة نانسي قنقر